طيشة اللي كانت مبارح ماشية في الطريق والمستشار حمداء الصوي النائب العام أمر بحبس المتهم المتسبب بحادث بطريق السويس العام وعرضه على مصلحة الطب الشرعي للتأكد من مدى تعطيه للمواد المخدرة والواقع بدأت برصد وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام لعدة مقاطع مصور حضراتكم شايفينها ومبارح طبعا كانت متدولة جدا جدا المقاطع دي بتفيد قيادة المتهم سيرته على ناحه بيعرض الآخرين للخطر واعتراضه طريق السيارات المرة وده نتج عنه تلافيات بإحداها وبعد الأبض عليه وتوقيع الكشف الطبي بمستشفى حكومي تبين تعطيه للمواد المخدرة واستمعت النيابة العامة لأقوال الشهود اللي أكدوا الوقع وتأكد عدم حمل المتهم رخصتي القيادة والتسير وعثر بحوزته على أرس العقار مخدر ومواد كحلية وباستجوابه أنكر ما نسب إليه وأقر بقيادة سيارته بطريقة متهورة دون إبداء سبب وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربع أيام على دمة التحقيقات وأغدعين منه لتأكيد مدى تعطيه للمواد المخدرة ترجمة نانسي قنقر